السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك بعض وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم علوم الشيخي وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين آمين في المجلس الماضي تكلمنا على مرحلة الدعوة السرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالدعوة أولا حتى يزيد عدد المسلمين وكانت مدة الدعوة السرية حوالي ثلاث سنوات واليوم نتكلم على مرحلة الجهر بالتبليغ مضت كل هذه المدة يعني المدة السابقة في الدعوة السرية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يظهر الدعوة في مجامع قريش العمومية يعني لا يظهرها في المسجد الحرام ولا في دار الندوة اللي بيجتمعوا فيه وغير ذلك ولم يكن المسلمون يتمكنون من إظهار عبادتهم حذرا من تعصب قريش فكان كل من أراد العبادة ذهب إلى شعاب مكة يصلي مستخفيا ولما دخل في الدين ما يربو على الثلاثين وكان من اللازم اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بهم ليرشدهم ويعلمهم اختار لذلك دار الأرقم بن أبي الأرقم وهو مما ذكر إسلامه في الأوائل ذكرنا إسلامه في المجلس الماضي ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر عن إجهر وكلمة إصدع دليل أن الجهر يؤدي إلى المصاحب لأن فيها الصدع الصدع يعني الألم وفيها أيضا أنه سوف يصدع فيواجه قلوب كالحجارة يقول لك صدع على الجبل يعني كلمة معجزة تيجي الترجم القرآن ما تعرفش دي بكلمة فاصدع دي بالانجليزي شوف فاصدع دي فيها الصعوبة فيها القلوب كالحجارة التي تواجه النبي من صعوبتها فيها الألام التي سوف يواجه فيها المسلمون عندما يجهروا بالدعوة في كلمة واحدة فاصدع تقعد تشرح لك كأنها تشرح لك كل اللي حصل له من ألام بسبب الجهر فهي كلمة من اللغة العربية تعتبر يعني معجزة لا يستطيع مترجم للقرآن أن يأتي بكلمة مثلها في أي لغة كانت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فبدلت دعوة سرة بالدعوة جهرا يعني كانت الدعوة الأول سرا فصارت جهرية ممتسلا فبدلت دعوة سرا يعني النبي بدلها بالدعوة جهرا ممتسلا أمر ربه واثقا بوعده ونصره فصعد على الصفا وده جبل في مكة معروف الصفا والمرون فصعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريش أبو لهب دعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا يبقى النبي بدأ دعوته جهرا بأنه ميدلهمش معجز لا ده هو نفسه دليل صدق دعوتي هو نفسه فبيقول لهم بعد ما اجتمعوا وشايفين الوادي أمامهم بعنيهم يقولون لو قلت لكم والوادي أمامكم فاضي كده شايفينه بعينكم فاضي إن فيه خيل حتغير عليكم تصدقوني أكتر من عينيكم آه لو آه نصدقك لأنه هو بيمثل بأمر في الغيب عينهم مش شايفاء لمن بالغيب لمن باليوم الآخر وبالله ده غيب فهو أراد أن يمثل لهم بشيء غائب عن عيونهم ولكن لو أخبرهم يصدقوه شفت العجاز في التبليغ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط يعني نصدقك ونكذب عنين نقول أنت اللي شايف وإحنا اللي مش شايفين يبقى النبي كان هو نفسه وسيرته في قومه قبل أن يوحى إليه في سن الأربعين كان دليل صدق نبوته عشان كده بيقول إيه فقد لبستم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يعني لم أكذب عليكم أربعين عاما ولا مرة منذ كنت طفلا إلا أن صرت مشهورا بالصدق الأمين أفأكذبوا عليكم في أمر عظيم متعلق برب العالمين وعلى شك كده قال لهم إيه بدأ بهذا ما بدأ لهمش مثلا بمعجزة أو قال لهم تريدوا أن أنا أخلي لكم جبل الصفة دهب عشان تصدقوني كان ممكن ما عرض عليه لكن لم هو نفسه دليل صدقه صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين إيدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا وتب يعني جاي من التباب والهلاك يعني فأنزل الله في شأنه تبت يد أبي لهب وتب وفي قراءة بالتسكين أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الجيد اللي هو الرقبة حبل من مسد يعني حبل من ليف والقصد من حمل الحطب المشي بالنميمة لأنها كانت تقول على رسول الله سلام الأكاذيب في نوادي النساء لأنها كانت تشعل الفتنة على رسول الله في نوادي النساء فتشعل النار على زوجها في الجن في جهنم من مثل ما فعلت في الدنيا ثم نزل علي في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنوا هاشم وبنوا المطالب وبنوا نوفل وبنوا عبد شمس أولاد عبد مناف عبد مناف جد النبي أنجب أربعة ذكور هاشم اللي طالع منه رسول الله سلام هاشم وبعدين نوفل والمطالب وعبد شمس أنجبت إيه أربعة ذكور اللي هما بعد كده بطون قريش كلها كانت منهم وهم بنوا هاشم وبنوا المطالب المطالب ده أخو هاشم برد وبنوا نوفل وبنوا عبد شمس أولاد عبد المناف فقال له إيه وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك يعني هذه العشيرة والأقربون فقل إني بريء مما تعملون فجمعهم وقال لهم إن الرائد لا يكذب أهله طبعا إيه هنا في اختصار لأن النبي قبل ما يعزمهم قال للسيدنا علي أحضر زراع شاه وصاع شعير وعمل طعام وادعوا هؤلاء أكتر من أربعين واحد الواحد منهم كان بيأكل المعزة الواحد شوف الواحد فيهم كان يأكل النبي جماعة الاربعين دي على إيه على زراع شاه وصاع من شعير يعني اثنين كيلو ونص شعير عملوهم شوئة خبز ودعاهم وبارك فيه بركه ودعاهم على إيه طعام الأول عنده صلى الله فدخلوا وبعدين ايه جاب له عس كده يعني زي شفشة دورة في مية وقال له أسقيهم والواحد منهم كان يشرب الدورة دا الواحد علشان يبين لهم بركته صلى الله عليه لهم عهدوها منذ صغره فأكل القوم وشاربوا من هذا وشبعوا أول يوم ما تكلمهمش تاني يوم قال للسيدنا علي ادعوهم مرة أخر يبقى بيتودد إليهم الأول بالأكل ودعاهم بنفس الكمية برضو لدرجة بعضهم قال لي إيه دا سحرنا محمد دا ولي دا الواحد منا بيأكل الحب بدوله وحده وإحنا كلنا 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 وشبعنا وباقت زي ما هي بقى متعجبين وتالت مرة تالت يوم بقى دعاهم ثم كلمهم بهذا الكلام وقال لهم إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم غررت يعني غشيت خدعت يبقى الغرة هي الخديعة والغش ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم يعني ولو خدعت الناس جميعا ما خدعتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا فتكلم القوم كلما لينا كلهم قالوا إيه كلام طيب يعني زي سيبنا نفكر طيب يعني حاجات كده لكن إلا أبو لهب فتكلم القوم كلما لينا غير عمي أبي لهب الذي كان خصما لدودا فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تكتمع عليه العرب فإن أسلمتموه إذن ذللتم وإن منعتموه قتلتم فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا ثم انصرف الجم ولما جهر صلى الله سلم بالدعوة ساخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسهم فكان إذا مر عليهم يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء ابن أبي كبشة نسبوه لأبيه من الرضاع اللي هو زوج حليم من بابل استهزاء والسخرية هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء وهذا غلام عبد المطالب يكلم من السماء لا يزدون على ذلك فلما عاب آلهتهم وسفها عقولهم وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم ثارت في رؤوسهم حمية الجهلية غيرة على تلك الآلهة التي كان يعبدها أباؤهم فذهبوا إلى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسي حمايته من أيدي أعدائه فطلبوا منه أن يخلي بينهم وبينه أو يكفه عما يقول فردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يريده لا يصده عن مراده شيء فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحث بعضهم بعضا على ذلك ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له إن لك سنا وشرفا ومنزلة منا وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك فلم تنهه عنا وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقليد في استمرارهم على عدم اتباع الحق ذمهم لعدم استعمال عقولهم فيما خلقت له قال تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا ألفينا حتى كلمة برضو عجيبة جاية من الولف واللي يولف الحيوان يعني كأن ربنا شتامهم في وسط الكلف لأن اللي يولف الألفيته الشيئي يعني يتدتوا عليه دي طبيعة الحيوان يألف الشيئي دون أن يحرق عقله فحتى الكلمة إيه تلاقيها مناسبة للمكان بتاعها وجاي في سورة البقرة والبقرة دابة من الدواب كمان حاجة يعني غريب ما جاتش الألفين لي إلا في سورة البقرة علشان إيه تفكرك وتذكرك بأن كانوا هم عاملين زي الدواب ماشيين بالعقل خلف أبائهم فيما إيه عبدوا فيه الأصنام بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذا استفهام استنكاري عليهم وقال في سورة المائدة وإذا قيل لهم اتبعوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله شوف تعالوا فيها التعالي والعلو كلمة برضو جميلة تيجي الترجم من اللي يسأل كم إيه كم بقى إنه شوف تعالى فيها العلو فما تيجي الترجم من القرآن عمرا كما تجيب بلغة القرآن القرآن ما تدخلوش إلا بالعربي لأن مهما ترجمت اللي تستطيع أن تأتي الكلمات المعجزة في مشتقة معانيها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وقال أيضا في سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير كل هذا استفهمات استنكارية عليهم وقال أيضا في سورة الزخرف في بيان حجتهم الضاحضة قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أمة يعني على طريقة متبعة يبقى أمة هنا بمعنى إيه طريقة متبعة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولما شبههم بمن قبلهم من الأمم في هذه المقالة الدالة على التعصب والعناد قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فلما تمسكوا بحجة التقليد لآبائهم جر ذلك إلى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية فهاجى ذلك أضغانهم وقالوا لأبي طالب إما أن تكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين يعني يا تخلي يسكت يا إما نتقاتل أنت وهو في جبهة وإحنا في جبهة واللي يغلب هو اللي يتكلم يبقى دي اسمان نزال يعني ثم انصرفوا فعظم على أبي طالب فراق قومه ولم يطب نفسا بخزلان ابن أخيه فقال له يا ابن أخي إن القوم جاءوني فقالوا لي كذا فأبقي على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن الرسول صلى الله وسلم أن عمه خاذله فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه وهذه الكلمة كل المسلمين حفظنا تدل على ثبات النبي صلى الله وسلم وأنه لا يهب شيء كان النبي صلى الله وسلم أقوى الناس قلبا وشجاعة لعشان كده ربنا قال له إيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني النبي أمر أن يجاهد في سبيل الله ولو منفردا وليس له أن يتراجع مهما كان عدل الجيوش أمامه ولو منفردا لكن أمته أمرت أنها تقاتل معاه ولو لقيت الجيش أكتر من ضعفها تتراجع ما يجرش عنه إنما النبي ما يتراجعش ولو حيواجه الأكوان لأن النبي بالله فعشان كده كان النبي أقوى الناس إيه نفسا وشجاعة صلى الله عليه وسلم فطبعا ما تهزش كلمتين اللي قالهم له أبي طالب عمه لم تهزه بل زادته سباتا حتى إن سباته ده هز عمه قال له خلاص أنا معك على طول بقى يعني إيه يعني هز عمه يعني إجابة غير متوقعة محدش قالها قبل النبي على مر العصور جملة كده غريبة عجيبة لم يقولها أحد على مر العصور إلا نبيك صلى الله عليه وسلم ثم بكى وولى لما النبي قال الكلمة دي بكى وولى يعني استعبرة فقال أبو طالب أقبل يا ابن أخي فأقبل عليه فقال اذهب فقل ما أحببت والله لا أسلمك أو لا أسلمك يبقى اللي يعيش مع النبي همته تعلم ويستمد منه الهمة والشجاعة كده أي وحي يعيش مع النبي كده أبو طالب على كفره استمد منه الشجاعة والهمة فما بالك كمان لو يظهر إيمانه به لأنه كان يبطن في قلبه تصديق النبي لكن خاف أن يظهر الإسلام ما خافت أن تتجرأ قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأنا بقى في مرحلة الإيذاء بدأوا يؤذوا النبي ويؤذوا أتباع النبي بصراحة بقى كان الأول كلام وتهديد لما وصلنا للمرحلة دي بقى بدأوا إيه يعملوا بالفعل بقى مرحلة الإيذاء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كثير الأذى وعظيم الشدة خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت وكان من أعظمهم أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة سموا لكثرة أداهم بالمستهزئين ما ربنا يقوله إن كفينك المستهزئين اللهم أشد الناس عدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بقى المستهزئين مين؟ أبو جهل عمر بن هشام بن المغيرة المخزومي القرش يسموه فرعون هذه الأمة فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل وفرعون هذه الأمة أشد من فرعون نموسى لأن فرعون موسى لما ظهر العقوبة قبل ما يغرأ قال إيه أمنت بالذي أمنت به بني إسرائيل ندم لكن شوف أبو جهل وهو مرمي على الأرض مجروح بيطلع في الروح في بدر يركب على صدره سيدنا عبد الله بن مسعود يوم يقول له إيه يقول له أخبر محمد أني أبغضه ويدي له كمان الخنجر بتاعه ويقول له كمل علي يلا بسرعة عشان أخلص يا رويعي الغنم يعني اتبحني وخلص وهو مرمي على الأرض من الجراح شوف كان أشد من فرعون موسى يعني مات حتى في آخر لحظة وهو يضمن إيه العداء فأعداء النبي كانوا أشد عداوة من أعداء الأنبياء السابقين النبي واجه من هم أشد لأنه أقواهم وأعلاهم قدرا صلى الله عليه وسلم فكان منهم أبو أبو جهل عمر بن هشام بن المغير المخزوم القرشي قال يوما يا معشر قريش إن محمدا قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله فإذا سجد في صلاته ردخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بي بعد ذلك بنوا عبد مناف ما بد لهم يعني قال لهم أنا إيه أنا حاخد حجر كبير وهستنى وهو ساجد أرميه على رأسه فإيه حتى يقتل وبعد كده عمله اللي تعملوا فيي بقى عايزين تقتلوني تضربوني تعملوا اللي تعملوا المهم ما خلص منه من شدة هو أصلا أبو جهل ما كانوش اسم أبو جهل هو اسمه أبو الحكم أبو الحكم جاي من الحكمة فلما عمل كده مع النبي النبي يغير الحكم وخلها أبو جهل فالنبي اللي أطلق عليه أبو جهل لأنه اسمه ما يستهلوش ما يستهلش حتى تقال عليه أبو الحكم فصار اسمه أبو جهل فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله سلام ينتظره وغدا عليه الصلاة والسلام كما كان يغضو إلى صلاته كانت الصلاة قبل الإسراء والمعراج مفروضة في أول البعثة ركعتين صباحا وركعتين مساء ليه الفرد اللي بيصلوا ده قبل الإسراء والمعراج بعد قبل ما تبقى بقى الخمس فرائد اللي احنا بنصليها الوقت فهو منتظر معاد خروج النبي للصلاة عرفوها بقى وانتظر وقاعد ومسك الحجر عشان النبي ما ييجي يصلي يرمي عليه الحجر أخذاه الله وغدا عليه الصلاة والسلام كما كان يغضو إلى صلاته وكلمة غدا معناه في أول الصباح وراحة يبقى في آخر النهار يبقى غدا وراحة يبقى غدا أول الصباح وراحة آخر الصباح يبقى غدا يعني في أول الصباح وغدا عليه الصلاة والسلام كما كان يغضو إلى صلاته يعني صباحا وقريس في أندياتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل وهم قاعدين بقى إيه مستنين يتفرجوا فلما سجد عليه الصلاة والسلام احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه حتى إذا دن منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع ورمى حجره من يده بس طلعب يتراجع خايف ورمى الحجر إيه اللي حصل فقام إليه رجال من قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل والله ما رأيت مثله قط همم بي أن يأكلني فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل ولو دنى لأخذه الله ده أبو جهل من أهل الكشف يبقى يبقى الكشف قد يكون للإيه للإهانة مش كل كشف كرامة ده قد يكون الكشف إهانة فأينا ربنا جعله من أهل الكشف يعني يرى ما لا يراه الناس إهانة لهم فهمت؟ يبقى إيه الكشف قد لا يكون كرامة مش تتمنى بقى أن ربنا يكشف لك الغيوب طيب ما كشف لأبو جهل وما استفدش برضه فالكشف قد يكون فتنة فهمت؟ فما تتمناش أن ربنا يكشف لك الغيوب يعني وكان أبو جهل كثيرا ما ينهى الرسول صلى الله عليه ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاةه في البيت فقال له مرة بعد أن رأى يصلي ألم أنهك عن هذا فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول وهدده فقال أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا عشان ولا دكتيريا فأنزل الله تهديدا له في آخر سورة اقرأ كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه وسجد وقترب ومن أذيته للرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه عبد الله بن مسعود من رواية البخارية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي فقال أبو جهل ألا رجل يقوم إلى فرث جزور بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد الجزور اللي هو الجمل المدبوح الناقل المدبوح اسمها الجزور فهم هم قاعدين والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد قال لهم مين يروح يجب لنا الفرث اللي هو ما يكون في كرش الجزور يعني المسبوح من نجسات ومن قازورات فهاتوا بقى الفرث ده ويلقيه على رسول الله ده بيقترح هذا الاكتراح وما عادي في القرآن يقول من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يبقى الفرث ما يكون داخل الأمعاء والكرش من القازورات والنجسات فقام عقب بن أبي معيت ابن أبي عمر بن أمية بن عبد شمس أخزاه الله وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم تصور المسلمين أحدين شايفين داعا للرسول لمش قادرين يقوموا يدفع عن النبي لسدة ضعفهم وعدم قدراتهم على ملاقات أولئي الناس فلم يزل صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القذر ورمته وطبعا معروف أن السيداتنا فاطمة ويطفلة كده بسطت لهم كلهم وشتمته جريئة وزالت عن ظهر أبيها هذا القذر الذي على ظهره والنبي هنا لما فضل ساجد والقذر على ظهره بيعلمنا إيه إن الإنسان لو وقعت عليه النجاس عليه ألا ينشرها لأنه لو جلس هيقع الفرس على الأرض يوم ينتشر النجاس هو كده كده نجس الثوب الشريف والبدن الطاهر لكن لو جلس هيقع على الأرض كمان فتنتشر النجاس فانتظر النبي حتى تزال عنه ولا تنجس المكان وهذا من كمال توفيقه وفقه صلى الله عليه وآله وسلم وفهمه لأحكام الطهارة قبل أن يعلمها للناس صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام دعا على من صنع هذا الصنيع القبيح فقال اللهم عليك بالملأ من قريش وسمى أقواما قال ابن مسعود فرأيتهم قتلوا يوم بدر يبقى ربنا استجاب دعاء النبي بس استجابه بعد كم سنة اتناشر سنة انت دعايت بقى لك شهر يقول ربنا ما استجابش ليه شفت التعجل بقى او النبي استجاب له بس تمت الإجابة امتى بعدها بحوالي اتناشر سنة في بدر قتله فانت ما تتعجلش الإجابة ادعو ربنا استجاب هو اللي يظهر لك وقت الإجابة ومما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل لأن هذا ابتاع أجمالا من رجل يقال له الإراشي فمطله بأثمانها مطله يعني رفض ان يديله ثمانة ابو جهل اشترى من رجل أراشي جمال الأراشي اللي أجر الأراشي ده بيقول له ايه فين الأجر قال له بعدين كمان شوي طب بكرة طب بعده الله بقى يماطله مش عايز يديله أجره يعني بلطاجي كمان مش كافر وبس ده كافر وبلطاجي ثم فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله معروف ان العرب كانوا ايه ينصروا المظلوم فراح لجماعة قريش قال له من رجل ده ظلمني واخذ مني البضاعة ومش عايز يديني التمن اعمل ايه فالوها فرصة ان يستهزئوا بقى برسول الله سبحانه اللي شدت العدوة بينه وبين ابو جهل قالوا له روح لمحمد هو اللي حيجبها لي فيش غيره اللي حيعرف عشان ايه يحرشوا بينه وبينه ايه عدوه يقوموا يتفرجوا عدوه يعمل ايه فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على اخذ ماله فدلوه على رسول الله سلام لينصفه من ابو جهل استهزاءا لما يعلمونه من افعال ذلك الشقي بالرسول صلى الله عليه وسلم فتوجه الرجل اليه وطلب منه المساعدة على ابي جهل فخرج معه حتى ضرب عليه بابه خرج النبي معاه ورح لباب ابو جهل وضرب عليه كويس فقال من هذا قال محمد فخرج منتقي عن لونه سبحان الله افتكر حكاية ايه الجملية اللي شافه ده وهيبلعه النبي كان يهاب ربنا القى عليه الهيبة كانش حد يشوفه الا وتاخذ رعدة كان عليه هيبة شديدة ده مجرد ان سمع صوته قبل ما يفتح ارتعب ورح فتح الباب ايه وهو مرعوب فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اعطي هذا حقه فقال ابو جهل لا تبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجل حتى اخذ ديناه فقالت قريش ويلك يا ابا الحكم ما رأينا مثل ما صنعت ايه اللي جاره قال ويحكم والله ما هو وإلا ان ضرب علي بابي حتى سمعت صوته فملئت منه رعبا فملئت منه رعبا ثم خرجت اليه وان فوق رأسي فحلا من الابل ما رأيت مثل او قد لو ابيت او تأخرت لأكلني عشان تفهم ان الله يدافع عن الذين امن فما بالك بقى امام المؤمنين وامام المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن جماعة المستهزئين اللي هو تاني واحد ابو لهب ابن عبد المطالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اشد عليه من الاباعد فكان يرمي القذر على بابه كان جاره بيته جنب بيت النبي يوم يعمل ايه يكنس يؤمر عبيده وخدامه يكنسه البيت وينضفه ويخده بكناسة حطه قدام باب النبي صلى الله كل يوم يعمل كده فكان يرمي القذر على بابه لانه كان جارا له فكان الرسول يطرح ويقول يا بني عبد المناف اي جوار هذا وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه ام جميل بنت حرب بن امية دي اخت سفيان ابي سفيان اخت ابو سفيان على طول ابي سفيان بن حرب اللي هو جاء من سلالته يزيد اللي قتل سيدنا الحسين عشان تعرف العدوة قديمة وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه ام جميل بنت حرب بن امية فكانت كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم فيه بالنمائم والنميمة اللي هي ايه نقل الكلام بالغرض الافساد وخصوصا بعد ان نزل فيها وفي زوجها سورة ابي لهب ومن المستهزئين تلت واحد عقب بن ابي معيت كان الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل معه كابي لهب صنع مرة وليمة ودعا لها كبراء كريش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم والله لا اكل طعامك حتى تؤمن بالله فتشهد عقب بن ابي معيت لما النبي قال له والله لا اكل طعامك حتى تشهد فقال الشهدين ففجئوا الناس ايه دا عقبة دا لو الحمار اسلم عقبة معي اسلم فتعجبوا فبلغ ذلك ابي ابن خلف الجمحي القراشي قالوا لابي ابن خلف ما شفتش رسول محمد كان بياكل عند عقبة واقسم عليه ان يتشهد فقال الشهدتين قال ايه دا لم هدمه راح يقبله شوف ايه اللي حصل خايف الحسن يكون اسلم فقال ما شيء بلغني عنك قال لا شيء دخل منزلي رجل شريف فابا ان يأكل طعامي حتى اشهد له فاستحييت ان يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له يعني من باب ان انا ايه قلتا كده مجارة له فقط لكن مش اقتناعا عشان يأكل طعامي لان كانوا ايه يعتبروها عيبة ازاي يجي لك ضيف وما تأكلوش قال ابي وجهي من وجهك حرام ويلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا الفلان اللي هو ابي ابي ابن خلف يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ومن اشد ما صنعوا ذلك الشقي برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عقب بن ابي معيت ما رواه البخاري في صحيحه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة اذ اقبل عقب بن ابي معيت فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا فاقبل ابو بكر حتى اخذ بمنكبه ودفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم النبي كان اقوى جسدا منهم ده كان النبي لو عمله كده كان وقع لكن النبي لم يؤمر بالدفع بالقوة بعد فشوف الاتزام النبي باوامر الشرع لم يأمره الله الا بالجهر بالدعوة ما امرهمش لم يأمره بان يتخذ معهم القوة النبي من حيث القوة البدنية اقوى منه بكتير كانوا يعملوا كده يقع ما عمل مع ركانة المصارع المشهور الذي لم يعني يقعه احد منذ انه ولد ركانة ده كان من قرش برد وكان مصارع زي السوم وكده عارف بتوع السوم الدخان دول كان ركانة ده حتة جبل صخرة وقفة كده ما كانش حد يعرف يقعه قبل فالنبي زقه كده وقع فالنبي من اقوى الناس بدنا لكن النبي ليه تركه يعمل فيه كده وسابه لان لم يؤمر بعد بان يدفع بالقوة صلى الله عليه وسلم وده كمال الاتزام بالشرع الشريف وكمال ايه التحكم في الاخلاق وفي النفس الغضبية تهمت ازاي لان النبي كان احلى من الناس صلى الله عليه وسلم ومن جماعة المستهزئين العاص بن وائل السهم القرش والد عمر بن العاص كان شديد العداوة لرسول الله وكان يقول غر محمد اصحابه ان يحيوا بعد الموت والله ما يهلكنا الا الدهر اللي هو الزمن يعني فقال الله ردا عليه في دعوة في سورة الجاثية وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وكان عليه دين لخباب بن الارت خباب بن الارت ده كان ايه كان حداد بيعمل سيوف يعمل سككين يعمل حاجات كده فالعاص بن وائل السامي ده اشترى منه سيف والمفروض يتفعله تمنه فباعي لخباب له دين عند ايه عند العاص ابن وائل وكان عليه دين لخباب بن الارت احد رجال المسلمين فتقاضاه اياه فقال العاص اليس يزعم محمد هذا الذي انت على دينه ان في الجنة ما يبتغي اهلها من ذهب او فضة او ثياب او خدم قال خباب بلى قال فعنظرني الى هذا اليوم فسأوت مالا وولدا واقضيك دينك بيستهزئ بيعمل يعني كأنه بيقول له قبلني بقى يوم الايامة في الجنة ان شاء الله ابديك ما هيبقى عندنا ما الكتير يعني هو في الجنة يعني وده كل استهزاء مش احتراب بان في جنة ونار فانزل الله في سورة مريم افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ومن جماعة المستهزئين ايضا الاسود ابن عبد يغوث الزهري القرش من بني زهرة اخوال رسول الله لانه استنا امنا ام نبينا من بني زهرة فهو يعتبر من اخوالي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين يقول قد جاءكم ملوك الارض استهزاءا بهم لانهم كانوا متقشفين ثيابهم رثة وعيشهم خشن وكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سخرية اما كلمت اليوم من السماء استهزئ بيا ومنهم الاسور ابن عبد المطلب الاسدي ابن عم خديجة كان هو وشيعته اذا مر عليهم المسلمون يتغامزون وفيهم نزل في سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ومنهم الوليد ابن المغيرة عم ابي جهل ابو جهل يبقى عمه والوليد ابن المغيرة ابو سدن اي خالد ابن الوليد كان الوليد ابن المغيرة من عظماء قريش وفي ساعة من العيش سمع القرآن مرة والوليد ابن المغيرة ده كان من المحكمين في بلغة الشاعر في سوء عقاز يعني راجل بقى يفهم اللغة كويس كان راجل لغوي كبير وهو يعتبر امام المحكمين في الشعراء الشعراء يجوا يعرضوا شعرهم وهو اللي يختار من الاول ومن التاني ومن الفائز من شدة بلغته سمع القرآن مرة من رسول الله سلام فقال لقومه ابن مخزوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن علي لطلاوة طلاوة يعني جمال وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق المغدق يعني كثير المعاني يقول لك ماء غدق يعني ماء كثيرا وإن إيه أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى فقالت قريش صبأ والله الوليد لتصبأن قريش كلها لأنه كان زعيم في قومه لو صبأ يعني دخل في الإسلام ستدخل عدد كبير معه فقال أبو جهل أنا أكفيكم أنا حروح لكم أشوف إيه اللي حصل لأنه لا أشاهدت للقرآن تدلك أنه مؤمن بالقرآن بقى خلاص فتوجه وقعد إلي حزينا وكلمه بما أحمى يعني إيه يعني أزال في نعرة أشعل في نعرة الجهلية فقام فأتهم فقال تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يهوس وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعطى شعرا قط وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لا ثم قالوا فما هو ففكر قليلا ثم قال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده وموليه فارتج النادي فرحا فأنزل الله في شأن الوليد في سورة المدثر مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم كتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر نزلة الآيات دي فيه وأنزل فيه أيضا في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف واللي بيكتر الحلف يبقى كذاب علامة الكذاب إيه إنه كل شيء يقول لك والله يا أخي شفت كذاب والله والله طولي ناريه أليك والله من غير ما تطلب منه يحلف لإلا إنه كذاب فتملي كثرة الحلف تدل على إنه كاذب يبقى فلا تطع كل حلاف يعني كذاب لأنه كثير الحلف علامة الكذاب حلاف مهين مهين يعني حقير زليل وأراد به الكذب لأنه حقير في نفسه الكذاب لأنه حقير في نفسه هماز مشاء بنميم الهماز اللي هو العياب والطعان يضطرع على ده ويضطرع على ده ويغمز على ده ما حدش عاجب يبقى ده اسمه إيه ويل لكل إيه همزة لومزة هماز يعني عياب طعان مشاء بنميم ينقل الأحديث على سبيل الإفساد مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم العطل اللي هو إيه اللي ما يطلعش منه كلمة طيبة يعني جافي الطعب الطبع غليص وإيه وألفظه سخيفة ما يقولكش كلمة طيبة أبدا ده العطل اللي هو الغليص جافي الطبع بعد ذلك ذنيم يعني بعد ذلك يعني فوق ذلك يعني فوق ما سبق من الصفات يعني زنيم يعني دخيل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم كناية عن الإزلال والتحطير الخرطوم اللي هو الأنف يعني لأن الوجه أكرم عضو والأنف أشرف ما فيه ولذلك اشتقوا منه كل ما يدل على العظمة كالأنفة وهي الحمية فالوسم على أشرف عضو دليل الإزلال والإهانة كل دي بعض أسماء المستهزئين ومن المستهزئين أيضا النضر بن الحارس العبدري من بني عبد الدار بن قصي كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للناس يحدثهم ويذكرهم ما أصاب من قبلهم قال النضر هلم يا معشر قريش فإني أحسن منه حديثا ثم يحدث عن ملوك فارس وكان يعلم أحاديثهم ويقول ما أحاديث محمد إلا أساطير الأولين النضر بن الحارس دا كان مثقف دا هو دا مثقف قريش معلوماته كتير وسافر كتير وعنده إيه أخبار الأمم السابقة فلما رسول الله بيحكي في القرآن قصص السابقين قال لهم دا أنا عندي قصة سكتر منه إيه المشكلة تعالوا بس وانا أحكي لكم أكتر منه آدي إيه آفة الثقافة والمثقفين في كل زمان وفي كل عصر وفيه نزل في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخدها هزوة وفي وباء القراءات هزوة هزوة لكن هزوة دا حفص بس يعني استهزاء يعني أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آيتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرى يعني صمم فبشره بعذاب أليم وكل هؤلاء انتقم الله منه كما قال تعالى في التنزيل في سورة الحجر إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وقد وضع الله جل ذكره الوعد في سورة الماضي قال له كفيناك ماضي هو وهم لسا عادين بيستأذئوه فجاء في سورة الماضي دليل إيه دليل التحقق الوقوية لأن الآية مكية وهلك هذه الفئة كان بعد الهجرة فمنهم من قتل كأبي جهل والنضر بن الحارث وعقب بن أبي معيت ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي لهب والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة ثم نقف على إسلام سيدنا حمزة أسد قريش الذي صار بعد ذلك أسد الله وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة القادمة إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا يغفر ذنوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم بخير